موسيقى 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 أما الآن فلم يعد للمدهوشين مكان منطقيا لم يعد لهم مكان حسب ضيق المكان بين سكان الكوكب وحسب أنه صرنا فهمانين على بعضنا البعض كل أياتنا وحسب أنه كلنا صار بدنا تتغير الأوضاع نحو الأحسن والأفضل والأمثل لكن فعليا فأنت ما تزال تصادف بعض المدهوشين هنا وهناك إلا أنك تقول في نفسك أنه الحمد لله لأننا بنتنا في زمن وصلت فيه إلينا عقلية الاحتراف وزال زمن الهواية الذي كان يسمح لابن خالد أم المدرب أن يكون كابتن الفريق وجاء زمن المواهب لتقدم نفسها لم يعد هناك في هذا الزمان مكان لغير الموهوبين وصارت الشغلة بده تعب لكن تعب على المليان ليس تلك الرقضة بين الثلاث دوامات ليس تلك الهرع نحو منابع الدولار فقط لتأمين الحال والأحوال وتزبيط وضع العيال إنما ذلك التعب المليان حيث يجد الموهوب لنفسه مكانا يعمل فيه حيث تنشط الأعمال فيحتاج رجالها لفلتات الزمان من فتيات وشبان حيث ينتج عن هذه الأعمال ماركات وطنية مسجلة حيث نصدر للداخل والخارج أجمل ابتكارات في شتى المجالات حيث لا تجد شابا موهوبا عاطلا عن العمل بسبب قلة الاستثمارات حيث يكثر الإنتاج فيقول لك القائل بأنه من الشغل تعبان ولكنه فرحان لأنه تعب على المليان وليس على الفاضي كالركض واللهاث خلف الخبز والرز والسكر يجعل أيامكم كله سكر نحن جاهزون للعمل والتعب مع لنا شعب كسلام بس دبرونا مكان نتعب فيه لكي ندعو أصدقائنا بثقة قائلين هيا بنا نتعب لكن هيها كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي اشتركوا في القناة